بسم الله الرحمن الرحيم طلب مدني مرحلة أولى رح نأخذ مثال آخر عن موضوع الفورس اناليسيز ان تو ديركشنز تو ديركشنز يعني باتجاه الاكس ان واي اهنا فهذا المثال شي يقول يقول ديركشن فورس P is 30 ديغريز منطين الديركشن من هذي القوة هذي القوة P ماذا قد منطينيها 30 درجة منطين تجاه مالتها يعني ماذا يريد يريد F of x المركبة الوفقية ماذا منطيني المركبة العمودية مقدارها 30 المعطيات زاوية مقدارها 30 ها زاوية ميلان قوة P ومنطيني المركبة العمودية 30 وشنو يريد يريد Fx المركبة الوفقية ماشي هسا هنا اذا اريد اساوي مسودة حل الي الـ Fx هل اريد اجتبها هل اجتبها هاي P P في كو ساين 30 تمام الـ P ما عندي لازم أجتبها P هل اجتبها P أقدر أستفاد من هذه الأفواي شلون الأفواي اش تساوي لي تساوي لي P في ساين الثلاثين تمام قلنا تاخد ساين ساين الزاوية البعيدة عنها عن المحور ماشي الأفواي اش قد منطينيها منطينيها ثلاثين يساوي P في ساين الثلاثين اش قد نصف يعني P يساوي اثنين في ثلاثين ستين نيوتن تمام هس هذي ستين أقدر أجيبها وأعوضها هنا أقدر راح أقول هسه الأفواي يساوي ستين في كوسين ثلاثين ويطلع الناتج تمام مثل ما موجود هنا بالحل بالبداية من الأفواي راح أحسب منه أحسب الP اللي هي ستين مثل ما وضحته هنا وبعدي هنا الأف أكس هي الأف كوسين ثيتا الثيتا طبعا هي هذي الثلاثين اللي حتينا عنها شي بقالي ستين كوسين ثلاثين يساوي ستين في جذر ثلاثة على اثنين يساوي ثلاثين جذر ثلاثة انيوتن هذا مثال بسيط لكن الفكرة ما لتشنوا أنه أنا ما منطيك الP شمنطيك؟ منطيك المركبة العمودية من المركبة العمودية تروح تحسب الP وبعدين من الP تروح تحسب الF اللي هي المركبة الوفقية وهو اللي يريده بالسؤال ان شاء الله أعتقد هذا آخر مثال رح نطيه عن الفورس اناليسي ورح نبلش بالمحاضرات القادمة ان شاء الله شكرا